أهلا وسهلا بكم في بيتنا مدرسة مع الرياضيات لصف الثالث السنوي الصناعي النهاردة هنبدأ الحلقة بتمرين مهم جدا بيجي في الامتحانات باستمرار وهو بيقول اوجد النهاية العظمى والصغرى المحلية ونقطة الانكلاب ان وجدت بنمشي خطوات حل للتمرين او لما يجي لك سؤال زي كده على طول اول حاجة تكتب معدة المنحنة المعطاعة بعد كده بتوجد المشتقة الاولى وتسميها اثنين الخطوة الثالثة توجد المشتقة التانية بعد كده بنوجد المشتقة الاولى نسويها بالصفر ونطلع كيم سين ونطلع النقطة الحارجة بنعمل اختبار لنقطة الحارجة الاختبار لنقطة الحارجة ونشوف من خلالها نقطة عظمى محلية او صغرى محلية بعد كده نوجد نقطة الانكلاب تعال نشوف ايه الكلام ده التمرين بيقولك ايه عين القيم العظمى والصغرى المحلية ونقطة الانكلاب ان وجدت لمنحنى الدلة ده السين بيسوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين زائد اثنين ثم مرسم الشكل العام للمحلية طيب الحل بتاعنا اول حاجة بنكتب المعادلة اللي هو الدهالي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين زائد اثنين ونسمي دي واحد نجيب المشتقة الاولى السين تكعيب اللي هي ايه ثلاثة سين تربيع طيب مشتقة يبقى سالب ثلاثة ماشي ومشتقة الاثنين صفر ودي نسميها المعادلة اثنين بعد كده نوجد المشتقة التانية اثنين في ثلاثة بستة سين ونطرح من القص واحد مشتقة التلاثة صفر ونسمي دي معادلة رقم ثلاثة طيب ناخد المعادلة المشتقة الاولى نسويها بالصفر ومنها نطلع قيمة سين ونحلل سين ناقص اثنين بالاسم على تلاتة طبعا يبقى سين تربيع ناقص واحد بيسوي صفر يبقى سين ناقص واحد وسين زائد اثنين بيسوي صفر ومنها سين بتساوي واحد وسين بيساوي سالب واحد نعوق في المعادلة الاولى خالص تعويط في المعادلة واحد دا الواحد سين قس ثلاثة يبقى واحد قس ثلاثة ناقص ثلاثة سين تلاتة في واحد زائد اتنين بيدينا صفر يبقى النقطة اللي انا عوضت بيها اللي هي واحد والناتج اللي هو صفر اللي هو كمتصات يبقى واحد وصفر نقطة حرجة نعوض برضو عن سين بسالب واحد يبقى سالب واحد قس ثلاثة ناقص ثلاثة في سالب واحد زائد اتنين بس واربع. يبقى النقطة سالب واحد واربع برضو نقطة حرجة. تعال بقى نعمل اختبار للنقطة الحرجة دي. نشوف هل هي عظمة محلية ولا نقطة صغرى محلية. لما نيجي انا اخد الاختبار من خلال المشتقة الاولى. كتبتها هو ده الشرطة سين بساوي تلاتة سين قس اتنين مقص ثلاثة. وعملنا الجدول بتاعنا. سين وده السين وده الشرطة سين. لما سين القيم بتاعت السين بسالب واحد وواحد. طبعا المشتقة ساعتها بتسوي صفر. طيب لما قل قيمة قبل الواحد. قيمة قبل سالب واحد نيجي نعود فيها هنا سالب اتنين مثلا. سالب اتنين في سالب اتنين. باربعة. في تلاتة باثناشة. نقص ثلاثة يدينا تسع يعني مجابة. يبقى هنا القيم مجابة. طيب وشكل المنحنة يكون ايه? تنسها عوديا. تعال نشوف. نعود قيمة محصورة ما بين سالب واحد وواحد. سفر. لو عودت في سفر في المعادلة دي هتدينا الناتج سالب. يبقى معنى كده الاشارات هنا تكون كلها سالبة. طيب وفي الحالة دي المنحنة بينزل. يبقى ايه? تناقص ايه. تعالى برضو ناخد كيمة اكبر من الواحد. وخلي بالك لان دي مهم الشكل اللي احنا بنعمله قوي. لو خدت كيمة اكبر من الواحد يبقى باتنين. اتنين في اتنين باربعة. اربعة في تلاتة باتناشر. اتناشر ناقص ثلاثة تسعة. الله ده مجابة. طيب يبقى الاشارات لو خدت كيمة اكبر من الواحد يبقى مجابة. تعالى يبقى الشكل يكون ايه? المنحنة هيبقى ايه? تزايدية او تصعودية. تعالى بقى كده تشوف. يبقى انت لما تشوف الشكل ده. المنحنة صاعد قبل سالب واحد ونازل بعدها معناها ان يوجد كيمة عظمى عند سالب واحد. طيب قبل الواحد كان نازل وبعدها بقنصاعد يبقى معناها ان يوجد كيمة صغرى عند سين بيساوي واحد. تعالى نشوف ايه كلام ده. عند سين اقل من سالب واحد يبقى المشتقة الاولى تلات مجابة. يبقى على طول اه وعند سين اكبر من سالب واحد. المشتقة الاولى تكون ايه? سالبة. في الحالة دي يبقى سالب واحد واربعة نقطة عظمى محلية. يبقى القيمة العظمى بقى كيمة صغرى اللي هي بتساوي كام? اربعة. تعالى بقى نشوف تاني عند سين بتنتمي من اللي سالب واحد لوحد. يبقى المشتقة كانت ايه? اه سالبة. اللي هي ده الشرطة سين اقل من ايه? من السفر. عند سين اكبر من الواحد ده الشرطة سين تلعت اكبر من السفر بوردو مجابة. يبقى في الحالة دي النقطة واحد وصفر نقطة صغرى محلية. يبقى القيمة الصغرى بيساوي صفر. هنا عرفنا بقى صغرى وعظمى محلية. هنيجي بقى ندرس ان هو ده عاوزين نقطة الانكلاب. هل فيه نقطة انكلاب ولا لأ? هنستخدم المشتقة التانية. نستخدم المشتقة التانية عشان احنا عاوزين نشوف نقطة الانكلاب. اخد المشتقة التانية اسويها بالصفر واطلع كيمة سين. واخد كيمة قبل السين وكيمة بعد السين. لو اتغيرت الاشارة يبقى توجد نقطة انكلاب هنا. طب لو ما اتغيرتش يبقى لا توجد نقطة انكلاب. تعالى نشوف ايه الكلام ده? لإيجاد نقطة الانكلاب. اخدنا ده الشرطتين سين بيسوي سفر. يبقى هنا ستة سين بيسوي سفر. وبالاسم على ستة يبقى سين بيسوي سفر. تعالى نعمل من ده الشرطتين نعمل الاختبار. عند ده سين بيسوي سفر. خد كيمة اقل من السفر. تلعت سالبة. وخدت كيمة اكبر من السفر. بعوق في ده الشرطتين. تلعت مجابة. ليه? لو انت خدت كيمة اكبر من السفر بواحد. ستة في واحد بستة. يبقى مجاب. كيمة اقل من السفر سالب واحد. يبقى ستة في سالب واحد. اتغيرت الاشارة من السالب الى المجاب. يبقى على طول طالما الاشارة قبل وبعد اتغيرت. قبل وبعد السفر. يبقى هنا توجد نقطة انكلاب. عند ده سين بيسوي كام? سفر. بالتعويض في معدلة المنحنة اللي هي واحد تيجي تعوض في معدلة المنحنة اللي هي واحد يبقى دال صفر بيسوي صفر قص ثلاثة نقص ثلاثة في صفر زائد اتنين بيدينا اتنين يبقى صفر واثنين نقطة ايه انكلام نيجي الرسم المنحنة نوجد الشكل العام للمنحنة دايما بيطلع لي على صورة شكل ايه حطيت النقطة النقطة العظمى سليب واحد واربعة ونقطة الانكلاب سفر واثنين واخدنا المحورين سالب واحد واربعة لاحظت ان خدت اهو سالب واحد واربعة وعندها يروحنا عاملين منحنة لان دي عظمى يبقى حرف يول مقلوب نقطة الانكلاب سفر واثنين سفر واثنين اهي طيب النقطة الصغرى المحلية اللي هي النقطة ايه كام اللي هي واحد وصفر تعال واحد وصفر حرف يول العدل ونمد دي شوية ونمد التانية لاسفل شوية بتطلع على شكل ان على طول دي الشكل العام للمنحنة وبكده اي سؤال يجي لك في هذا الموضوع النهاية العظمى والصغرى المحلية ونقطة الانكلاب ان وجدت فطبعا بتشتغل خطوات سبتة الخطوة الاولى بنكتب معادلة المنحنة الخطوة التانية نجيب المشتقة الاولى الخطوة التالتة نجيب المشتقة التانية ناخد المشتقة الاولى نسويها بالصفر نطلع كيام سين نعوض نطلع النقطة الحرجة ثم نقوم بعمل اختبار من المشتقة الاولى نحدد ان دي عظمى او صغرى محلية فيه ناس بتعمل ايه يقولك ايه طب بص كيمة صد هنا وكيمة صد هنا لو صد هنا اكبر من دي يبقى دي عظمى ودي صغرى لكن الاختبار مهم عشان بتتأكد من حل المسألة بعد كده بنجيب نقطة الانكلاب ناخد ده الشرطتين سين بنسويها بالصفر ونطلع كيمة سين وناخد كيمة قبل كيمة سين تلاقي كيمة سين عندنا هنا بصفر بناخد كيمة قبل الصفر وكيمة بعد الصفر بس نعوض فين في ده الشرطتين لو تغيرت الاشارة قبل وبعد الكيمة سين اللي هو الصفر جبقى دي نقطة الانكلاب زي ما وضح في المسألة عندنا ونعوض في واحد ووجدنا نقطة الانكلاب لما تيجي بقى ترسي من المنحنى شوف الصغرى المحلية تعمل حرف يول عدل عند أما العظمة المحلية تعمل تعطي دي النقطة وتعمل عندها يول مقلوبة ونقطة الانكلاب تطلع ما بينهم توصل يطلع شكل المنحنى على شكل حرف A M تعالى بقى كده بكده احنا كنا نقطينا الجزء دي وكانت دي تمرين مهم كان لازم نبدأ به لانه بيجي في الامتحانات باستمرار تعالى بقى نبص كده لحاجة جديدة اسمها التكامل نشوف مع بعض التكامل التكامل هو عكس التفاطر هو عملية عكسية للمشتقة المشتقة كنا نطرح من القص واحد ونضرب في القص يبقى نضرب في القص ونطرح منه واحد هنا نزود القص واحد ونقسم مع القص جديد نظرية تعالى نشوفي الكلام ده التكامل سين قص نون بالنسبة لسين يبقى سين قص نون زائد واحد على نون زائد واحد طب التكامل ده مش متحدد ما فيش حدود التكامل فيه ينقول زائد ثابت التكامل طيب ناخد تمرين لكده لو عندك تكامل سين قص اربعة بالنسبة لسين يعني بالنسبة للمتغير سين هي اللي انت هتتعامل معها اقول له يساوي سين قص اربعة زائد واحد على اربعة زائد واحد زائد مقدار ثابت يبقى بيساوي سين قص خمسة على خمسة زائد مقدار ثابت دي اول نظرية يبقى نزود القص واحد ونقسم على القص الجديد تعالى نخشي كمان نظرية اتنين النظرية اتنين بيقولك ايه فيها بيقولك لو عندك كوس القص ده في قلبي دل من الدرجة الاولى كل قص نون الشرط هي اللي جوه هنا دل من الدرجة الاولى كل قص نون في الحالة دي قالك تعمل ايه قالك تعمل تزود القص واحد وتقسم على القص الجديد وتضرب في معامل سين اقسم على القص الجديد نون زادة وتضرب في معامل سين معامل سين اللي هو الف تضرب فيه او تقول مشتقط ما بداخل الكوس هي هي الاتنين سين لان هي دل من الدرجة الاولى معامل سين هو المشتقة بتاعة الف سين مشتقتها الف زائد ايه مقدار ثابت لانه تكامل غير ايه محدد تعال بقى ناخد لكده مثال اوجد تكامل اربعة سين نقص ثلاثة كل قص خمسة اه لو بصيت للدلة دي جوه القص دلة من الدرجة الاولى وكل قص خمسة يبقى نطبق النظرية على طول نزود القص واحد يبقى ست على كام على ست معامل سين كام اربع نضرب في اربع تحت زائد ايه مقدار ثابت يبقى يطلع اربعة سين نقص ثلاثة كل ستة قص ستة على اربعة وعشرين زائد مقدار ايه سابق طيب تيجي بقى التمرين كمان لو قالك الله الدلة دي جزرية وجواها تحت الجز دلة من الدرجة الاولى تحت الجز دلة من الدرجة الاولى طيب تعال دي معناها قص ايه نوضى بشكلها الاول اشيل الجزر وحط قص نص واحد ناقص ستة سين كل قص نص عشان تبقى ايه بالنسبة لسين يبقى هنا على طول نزود القص واحد دايما نكسر دي في البسط على المقام اهو طالما تزود واحد يبقى دايما في البسط اهو تزود واحد واثنين تلاتة على اثنين على تلاتة على اثنين لا تب ما نعملها اثنين على تلاتة ونكتبها قدامها يبقى اثنين على تلاتة في ضرب ما بداخل القص اللي هو سالب ستة تحت سالب ستة تطلع سالب ستس زائد مقدر سابت اه دي كده من ضمن الحاجات اه لو بسيط انا عملنا في الحتة دي ايه قلنا الدالة وضبناه القص قص نص طيب نزود القص واحد تلاتة على اثنين لما نيجي نضرب او نقول اثنين على تلاتة خلي بالك المقام هيتضرب في سالب ستة ضربت في سالب ستة طلع الناتج بسالب سوتس عشان تكون عارف واحد نقص ستة سين وكل قص تلاتة على اثنين دا ايه سابت تعال نشوف حاجة كمان تمرين تالت التمرين التالت بيقولك ايه فيه تكامل سين قص سبعة ويفتح قص اثنين نقص خمسة على سين وكل قص سبعة بالنسبة لسين لو انت بسيط لده حاجة بسيطة قوي الله دا تلاقيت القص هنا نفس القص دا طب ما ناخد القص مشترك ونضرب السين جوه القص تعال خادت القص مشترك ضربت سين في اثنين باثنين سين وسين في خمسة على سين بيدينا الخمسة والسالب تتحط بالنسبة لسين باقت شكلها البسيط بتاعنا تبقى نلقي شكل النظرية نزود القص واحد ونقسم على القص الجديد ونضرب في معامل سين لما اسمت على تمانية معامل سين اثنين اثنين في تمانية بستاشر زائد ثابت خلاص بقى احنا حفظناها دي كده من ضمن الحاجات تعال امبص الحاجة كمان ايه هي نظرية تلاتة بيقولك ايه النظرية بيقولك لو دلة عندك كل اسنون في مشتكة ما بداخل الدلة قالك في الحالة دي تعمل ايه قالك تزود القص واحد وتقسم على القص الجديد بتاع الدلة لو ملكش دعوة بالمشتركة زائد ثابت طيب ناخد الكلام ده ونشوف هنعمل في ايه تمرين اوجد تكامل سين تربيع ناقص واحد كل قص ستة في اثنين سين بالنسبة لسين لو بصت هنا المشتكة بتاع السين قص اثنين اثنين سين قال له ده هي اللي بر ومشتكة الواحد سافر خلاص يبقى المشتكة اللي جوه الكوس كله اثنين سين يبقى دي دلة في مشتكتها يبقى هاخد الدلة دي هزود القص واحد واقسم على القص جديد خلاص مش محتاجة كلام ولا تفكير ولا اي حاجة واقسم على القص جديد زائد ثابت عشان التكامل مش محدد طيب تعالا بقى نشوف حاجة كمان هي تمرين تكامل اثنين سين اثنين سين ناقص 11 في الجزر التربيعي لاتنين سين ناقص 11 بالنسبة للسين الله لاحظت ايه لاحظت ان هنا اثنين سين ناقص 11 وهنا اثنين سين ناقص 11 كل قص نص خلي بالك. يبقى هزود هنا. والاساسات متوحدة. يبقى هجمع القس. واحد زائد نص يدينا تلاتة على اثنين. يبقى هكتب اثنين سين. ناقص. حيداشر كل قس تلاتة على اثنين بالنسبة لسين. بقت شكلها شكل النظرية. تعالى نشوف. نزود القس واحد. قلتلك طالما كسر. يلا اجمعه. تلاتة واثنين. خمسة على اثنين. في اثنين على خمسة. في معامل سين اللي هو الاثنين. معامل سين اللي هو الاثنين. اللي هو الاثنين على عشرة. يبقى واحد على خمسة. في اثنين سين ناقص حيداشر. وكل قس خمسة على اثنين. طيب. ناخد كمان تمرين. ونشوف. هنعمل ايه? تعالى نفكر مع بعض. هنا تكامل سين في الجذر التربيعي. الجذر التربيعي. سين تربيع زائد اربعة بالنسبة لسين. الله 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 الله. لاحظت حاجة? ان سين في سين تربيع زائد اربعة كله اثنين. طيب المشتكل لجوه اثنين سين. طيب اللي برا هنا سين. اعمل ايه? اضطر اضرب في اثنين. واقسم على اثنين. ضربت في اثنين. البسط والمقام. اهو جوه اثنين. واكتب نص برا. يبقى هنا اصبحت الدلة في مشقتها. النص يكتب زي ما هو. يبقى هنا هزود القس بواحد بتاع الدلة. سين تربيع زائد اربعة كل قس ثلاثة على اثنين. في اثنين على ثلاثة. ما انا هو ثلاثة على اثنين بدل مقسم عليها. بكتبها اثنين على ثلاثة وتبقى قدامها. يطلع تلت في سين زائد اربعة كل قس ثلاثة على اثنين. زائد ايه? ثابت. دي كده اه لاحظنا ان التكامل الغير محدد بنزود ثابت فيها. وهما الثلاثة حاجات. لو دلة في مشتكتها. باخد الدلة ازود القس واحد واقسم على القس جديد. لو حاصل الدلتين فيهم نفس القس. باخد القس مشترك واضرب الدلتين في بعض. يديني صورة الدلة القسية. الدلة الجبرية اللي هو داخلها. معادلة من الدرجة الاولى. هزود القس واحد واقسم على القس الجديد. واضرب في معامل سين. العملية بسيطة وسهلة. جدا 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 هناخد حاجة اسمها التكامل المحدد التكامل المحدد هناخده اهو نكتبه التكامل المحدد تعال نبصي هنا التكامل المحدد لو قال لك ايه وجد تكامل من سفر الاربعة اتنين سين ناقص ثلاثة بالنسبة لسين اتنين سين ناقص ثلاثة بالنسبة لسين طيب هنا التكامل المحدد ليه لان حطت رقمين هنا من سفر الاربعة ودايما في التكامل المحدد العدد الصغير تحت والعدد الكبير فوق طيب نكامل دي الكوز ده الله ده ده اللي عادية ومن الدرجة الاولى يبقى على طول اتنين سين قصة اتنين على اتنين ناقص ثلاثة سين مش اقول زائد ثابت اخد كوز كده واقول من سفر الاربعة وطبعا دي اتحزفت معاديه وتعال نشوف بقى الكلام ده يبقى هنا على طول اصبحت سين تربيع ناقص ثلاثة سين وكل من سفر الكام الاربعة وعود اخو كوزين وحطي ما بينهم سالم عاوزك تعمل حاجة عاوز باللي فوق الاول اربعة فاربعة بستاشر ناقص ثلاثة فاربعة باثناشر عاوزت باللي اربعة اللي فوق ناقص عاوز بالسفر يبقى سفر ناقص سفر يدينا ستاشر ناقص اتناشر بيدينا اربعة وهنا هذه التكامل المحدد بين كامل نفس الخواص بتاعت التكامل بس ما زودش هنا ثابت ما قلت زائد ثابت لانها متحددة تعالا نشوف كمان تمرين تكامل يوجد تكامل من سالب واحد لاثنين تلاتة سين تربيع زائد سين زائد اثنين بالنسبة لسين نقول الحل تعالا نزود القص واحد يبقى هنا سين قص ثلاثة على ثلاثة رحت مع الثلاثة بتاعت المعامل زائد سين قص ثلاثة على اثنين على اثنين سين قص ثلاثة زائد اثنين سين هقول زائد ثابت لا اخدوا الكوس اهو حدود التكامل من سالب واحد لكام لاثنين تعالا نشوف الكلام ده ونعمله ازاي هنا لما نيجي نشوف الكلام ده عوب باللي فوق الاول وبعدين اللي تحت اهو كوسين ما بينهم سالب هنا اثنين قص ثلاثة يبقى بتمانية اثنين قص ثلاثة باربعة على اثنين فيها الاثنين وهنا اثنين في اثنين باربعة سالب اعوب بسالب واحد سالب واحد قص ثلاثة يبقى سالب واحد قص ثلاثة بسالب واحد سالب واحد قص ثلاثة بواحد في نص يبقى زائد نص هنا بسالب واحد في اثنين بسالب اثنين يدينا 14 زائد 5 على 2 يدينا 16 ونص احنا ما زودناس ثابت كاملنا عادي جدا زودنا القص واحد وقسمنا على القص جديد واشتغلنا عادي جدا عوضت بالفوق الاول ناقص اللي تحت الكيمة بتاعت اللي تحت وتلعي الناتج يبقى هو ده المطلوب تعالى بقى في مسألة كمان بيقول لك هذا المثال ايه اوجد كيمة به التي تجعل ان التكامل ده من صفر البه سين في واحد مع السين بالنسبة لسين بيساوي صفرا بيساوي صفرا تعالى نشوف الكلام ده الحل تعالى هنضرب الاول تكامل من صفر البه السين هضربها في الكوس السين في واحد بسين ناقص سين قس 2 بالنسبة لسين تعالى كامل خلي بالك انه ده بيساوي كامل صفر اولا ايه اللي طيب كامل سين قس 2 على 2 هنا زود القس واحد سين قس 3 على 3 اول زي سابت لا ده في حدود تكامل من صفر البه بيساوي صفر نعود باللي فوق الاول ناقص اللي تحت اللي فوق به يبقى به قس 3 به قس 2 ما كانت سين على 2 ناقص به قس 3 على 3 عود بصفر صفر ناقص صفر يدينا كل ده بيساوي كام صفر خلاص ده تشطب معانا يبقى عندك به قس 2 على 2 ناقص به قس 3 على 3 بيساوي كام صفر نجي بقى للحتة اللي زي كده اهو 3 في بيه بتلاتة به تربية ناقص 2 في بيه 2 به تكعيب 2 به تكعيب بيساوي صفر تعالى نشوف حاجة كمان الله طب ما ناقص اقص به مشترك اللي هو به تربية اقص به تربية اهو هكملها هنا به تربية مشترك هيطلع 3 ناقص 2 به قس 3 على به قس 2 يبقى على طول اه اه اتنين به بيساوي صفر ومنها به بيساوي صفر ومنها به بيساوي 3 على 2 ادي كيمت به يبقى لو قال لي اوجد كيمت خلي بالك السؤال تاني لو قال لي اوجد كيمت التكامل اذا كانت اوجد كيمت به اذا كان التكامل ده كيمته صفر فروح تضارب بعد ما ضربت عملت ايه بعد ما ضربنا كاملنا عادي جدا وحطينا حدود التكامل لما حطينا حدود التكامل من صفر ليه به عوضنا بيها وخدنا عامل مشترك وطلعنا كيم به به تلعب بصفر وبه تلعب بثلاثة على ايه على اتنين احنا هنا بنشتغل وبنشوف احنا بنعمل ايه تعالا بقى ناخد تطبيقات على التكامل التطبيقات اللي على التكامل بعض التطبيقات اللي على التكامل اللي هي التكامل المحدد التكامل المحدد ده ايجاد المساحة اللي تحت المنحنة تعالا نشوف كده الأول حاجة مساحة المنطقة المستوية عشان نجيبها إذا كانت صاد دلة تخلي بالك دي صعب ومرسومة فوق محور السينات يعني مجابة يعني غير سليبة على الفترة من ألف لبه قالك إن المساحة هي التكامل اللي تحت المنحنة اللي احنا منقطينها دي هي التكامل من ألف لبه صاد بالنسبة لسين صاد اللي هي دلت سين يبقى التكامل من ألف لبه بالنسبة لسين اللي هي دلت سين بالنسبة لسين طيب لو كان المساحة تحت المنحنة تحت محور السينات يعني غير مجابة على الفترة برضو من ألف لبه قالك في الحالة دي تعمل إيه قالك في الحالة دي لما يكون من ألف لبه يبقى تاخد التكامل وتكتب قدامه أشارة سالبة وتقول سالب التكامل من ألف لبه دلت سين بالنسبة لسين وفي الحالة دي لازم أن التكامل يطلع طالما مساحة يطلع مجابة هنا بقى تعالوا نشوف المثال يقول لي إيه اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة دلت ساب بيساوي سين تكعيب والمستقيمات ساب بيساوي صف وسين بيساوي واحد وسين بيساوي اربعة أخلي بالكم من كلمة ساب بيساوي صف يعني يقلك ومحور السينات شكلي غير مباشر ممكن ما يقولش محور السينات ويقولك ساب بيساوي صف تعالوا نشوف الكلام ده أنا أعمله إزاي نقوله تكامل المساحة بيساوي تكامل من واحد لكام لأربعة سين تكعيب بالنسبة لسين بيساوي سين قصة اربعة على أربعة زودت القصة واحد هدود التكامل من كام لكام من واحد لأربعة عوّب باللي فوق الأول ناقص اللي تحت دي يجي نعوّب باللي فوق أربعة قصة أربعة بمئتين ستة وخمسين على أربعة هنا واحد قصة أربعة يبقى بواحد على الأربعة يبقى يديني الناتج إيه الناتج بيساوي مئتين خمسة وخمسين على الأربعة اللي هو بيساوي تلاتة وستين وتلاتة اربعة تلاتة وستين وتلاتة اربعة دي مساحة أو الوحدة مساحة أو وحدة مربعة ممكن أقول وحدة مساحة أو وحدة إيه مربعة تعالى نشوف تمرين كمان في هذا التطبيق اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة دلة صاب بيساوي سين تربيع والمستقيمات صاب بيساوي صف وسين بيساوي سالب 2 وسين بيساوي 2 حبيت ترسمها رسمها ما حبيتش وانت بتعملها على طول اعملها على طول تعالى نشوف نجي نرسمها اه دي المحورين هنا سين تربيع الشكل البياني بتاعها هو من سالب 2 لتنين تعالى بقى ممكن أقسم دي لمساحتين وحدود التكمن من سالب 2 لصفر زائد من صفر لاتنين اهو المساحة بيساوي تكامل من سالب 2 لصفر سين تربيع بالنسبة لسين زائد تكامل من صفر لاتنين سين تربيع بالنسبة لسين تعالى نشوف الكلام ده طيب يبقى سين قصة 3 على 3 زود القصة 1 حدود التكامل من سالب 2 لصفر زائد سين قصة 3 على 3 حدود التكامل من كام من سفر الكاب لاتنين تعالى نشوف الكلام ده اهو اول واحدة اعوب بالصفر يطلع بصفر ناقص اعوب يبقى يديني سالب 8 على 3 زائد اعوب بالتنين يبقى 8 على 3 ناقص اعوب بالصفر يطلع بصفر ايطلع الناتج النهائي 16 على 3 وحدة مربعة او وحدة مساحة هي هي ممكن اكتبها وحدة مربعة ايه العملية سهلة جدا والتطبيق بيجيلك في الامتحان سهل وانت على طول القانون وتبدأ تشتغل ممكن تعملها من سالب 2 لتنين يعني ممكن تعمل المسألة دي حل تاني من سالب 2 لتنين وتبدأ تعاوض مباشر على طول ويطلع الناتج برضو هو هو تعال برضو نشوف بيقول لك اوجد مساحة المنحنة اللي هو التمرين التاني اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الدلة صاد بيساوي سن تربيع صاد بيساوي سن تربيع والمستقيم صاد بيساوي اربعة لو انت بصت لا 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 ده هنا صاد وهنا صاد خلي بالك ده ما جاب ليش حدود التكامل يبقى اول حاجة نوجدها حدود التكامل نوجد حدود التكامل عشان نوجد حدود يبقى الاولان صاد واحد نقصة دي اتنين بيساوي صفر يبقى سن تربيع نقصة اربعة بيساوي صفر نوجد حدود التكامل الاولاني نقصة دي بيساوي صفر ومنها سين بيساوي موجب او سالب اتنين يبقى حدود التكامل يبقى انا لما اقول المساحة تعال بقى نرسم الشكل وايه دي الشكل اللي موجود عندي ده تعال نشوف اهو المحورين سن تربيع صاب بيساوي سن تربيع هو ومستقيم صاب بيساوي اربعة عند نقطة اربعة صاب بيساوي اربعة يبقى عاوز المساحة دي النقطة التقطع هنا هتبقى سالب اتنين وهنا كام اتنين يبقى حدود التكامل من سالب اتنين دي كام لاتنين اللي هو الدل سن تربيع نقطة اربعة بالنسبة لسن تعال بقى نشوف الكلام ده نزود القس واحد ونقسم على القس جديد يبقى سن قس تلاتة على تلاتة نقطة اربعة سن حدود التكامل من سالب اتنين لاتنين من سالب اتنين لاتنين في حتة بقى انا عاوز اوضح لها الكوفية هنا ممكن تكتب ايه طالما العددين دي عدده معكوسه تقوم عامل ايه كاتب اتنين تكامل من سفر لاتنين طب لو من سالب تلاتة لتلاتة تكتب برضو اتنين تكامل من سفر لتلاتة سن تربيع ناقص اربعة بالنسبة لسن عشان اكتب انا الاتنين برا ومن سفر لاتنين ما تعالش نفسي يسهل علي الحساب قوي نيجي بقى نشوف اتنين افتح قوس عوّب بالاتنين الاول يبقى هنا تمانية على تلاتة ناقص اربعة في اتنين بتطلع بتمانية عوّب بالسفر يبقى ناقص سفر ناقص سفر هيطلع في الاخر اتنين اتنين وتلاتين اتطلع اتنين وتلاتين على تلاتة وحدة مساحة عاوز ننبهك لحاجة هي تطلع سلب اتنين وتلاتين على تلاتة احنا بناقض الكمية المساحة لازمة تكون كمية موجبة كيمة مطلقة تطبيقات على المساحة احنا بنقول على طول واحنا بنشتغل التطبيقات اللي على المساحة واحنا بنشتغل بنعمل ايه لو اداني دلة واداني كيم لسين المحصورة بين المستقيمين سين بساو واحد وسين بساو اتنين يبقى حدود التكامل من دهالي وصريحة وده كود الدلة وين كاملها يبقى هو دي المساحة المطلوبة لما يكون جايب لدلتين اقول لدل اجيب حدود التكامل الاول ويل trusts وحل وطلع وестلع كيم ويهتطلع كمتين تكن لما هتطلع حدود التكامل اقول اقول الدل الاول انا وابدأ اشتغل وكامل عادي ويطلع المساحة المحصورة بين المنخنايين اللي موجودين عندي نيجي بعد كده حجم الجسم الدوراني حجم الجسم الدوراني لو عندي منحنة وحدود التكامل من ألف على الفترة من ألف لبه لو أنت دورنا هذا الجسم فهيديني الشكل ده هيديني الشكل ده لما تبص للشكل اللي هو موجود عندي ده وتيجي تشتغل يديك حج استوامه شكل استوامه لأنك لما تاخد شريحة صغيرة وتيجي تدورها يديك شكل استوامه بزبط طيب هنا الدوران أنا خدته حول إيه حول محور السنات طيب الحاج حول محور السنات يبقى بالنسبة لسين طيب هنا بالنسبة لسين يبقى عندي ناق ناق اللي هو إيه اللي هي دي اللي هي صات يبقى صات تربية ناق تربية مضروبة في البار لما تاخد التكامل حدود التكامل من ألف لبه يبقى دي حجم اللي استوانا ولما تيجي كاملها يبقى حجم الجسم الدوراني حول تاني حجم الجسم الدوران طيب هنا الدوران دورة كاملة حول محور السنات لو دورة كاملة حول محور السنات أهو ملحوظة نفس الكلام لو دورة كاملة حول محور السنات تعال أقول له تكامل من ألف لبه حول محور السنات يبقى بالنسبة لسات يبقى هكتب هنا إيه سين تربية وهنا باي ونبدأ نكامل ونشتغل مسائلنا عادي جدا وما فيهوش اي حاجة ولا اي تعب ولا اي مشكلة تعالوا نشوف تمرين وجد حجم الجسم الدوراني الناتج من دوران المنطقة المحدودة بالمستقيم صاد بيساوي سين ناقص واحد ومحور السينات والمستقيمين سين بيساوي اتنين وسين بيساوي اربعة دورة كاملة حول محور السينات السلام على البساطة طيب اقول له الحجم الجسم الدوراني بيساوي حجم الجسم الدوراني اللي هو ها بيساوي اللي دورة كاملة حول محور السينات يبقى هنا سين بالنسبة لسين يبقى هنا صد تربيع يبقى هنا باي حدود التكامل من اتنين كامل لاربعة طيب صد تربيع انا عندي صد خلي بالك يبقى انا عاوز ارباحها يبقى باي تكامل من اتنين لاربعة صد تربيع اللي هو سين ناقص واحد كل تربيع بالنسبة لسين يبقى اصبح المتغير وانا بكامل كله سين زي ما انت عاوز بقى تعمل دي اصبحت جوه دل من الدرجة الاولى كله قس ايه اتنين فاحنا نعمل ايه نكامل عادي جدا نزود القس واحد ونقسم على القس جديد نضرب في معامل سين اللي هو واحد خلاص وحدود التكامل وادي باي وحدود التكامل من اتنين لكام الاربعة يبقى هنا باي ونقول ناقص اهي نعود بالاربعة اربعة ناقص واحد يدينا تلاتة تلاتة قس تلاتة يبقى سبعة وعشرين على تلاتة وهنا اه باتنين اتنين نقص واحد يدينا اتنين يبقى واحد على كام على تلاتة المقام اتوحد يبقى يدينا عندي اه ستة وعشرين على تلاتة باي وحدة مكعبة لان دي حجم وحدة مربعة لما يكون مساحة او وحدة مساحة ممكن نقول وحدة حجم هي هي تعال ناخد كمان تمرين ونبدأ التمرين التاني بيقول لك التمرين التاني احنا طبعا خدنا طبيقات المساحة لازم ان تكيلك في الامتحان الحجم لازم ان يجيلك في الامتحان نقطة النهاية العظمة والصغرى ونقطة الانكلاب هو بعض عمليات التكامل الخفيفة يجيلك في الامتحان فانت النهاردة معلش هي دسمة شوية بس احنا حاولنا نبسط على قد ما نقدر في الحاجات دي تعال نشوف التطبيق اللي هو حجم الجسم قد وراء بيقول لك التطبيق ايه وجد حجم الجسم الدوراني المتولد من دوران المنطقة المنطقة المحدودة بالمنحنة صاد بيساوي سن تربيع ومحور الصادات والمستقيمين صاد بيساوي صفر وصاد بيساوي اربعة دورة كملة حول محور الصادات الله ده الاولانية كانت حول محور السنات نقول له تعالى حجم الجسم الدوراني حجم الجسم الدوراني بسيطة قوي اه دي الحجم تكامل حول محور الصادات يبقى دي سن تربيع ودي هنا باش حدود تكامل كام من سفر الاربعة تعالى بقى كده الله اشير السن تربيع ما السن تربيع بيساوي صاد يبقى اشير السن تربيع وحط مكانها ايه صاد بالنسبة لصاد زود القس واحد صاد قس اثنين على اثنين من سفر الاربعة عوض اربعة فاربعة بستاشر على الاثنين هنا صفر على الاثنين يبقى على طول ستاشر على الاثنين يدينا تمانية باي وحدة مكعبة احنا شفنا دلوقتي لما يكون دورة كاملة حول محور السنات يبقى محتاجين نجيب صاد تربيع لما يكون دورة كاملة حول محور الصاد مضطرين نجيب سن تربيع علشان نعود ونكامل عادي جدا خدنا كده تطبيقات على الحجوم وتطبيقات على المساحات هناخد تمرين كمان لتطبيقات على الحجوم وده كل اللي هو موجود عندك في المنهج وببساطة جدا وهناخد بعض تمرين وان شاء الله ربنا هيوفقنا العملية سهلة جدا الامتحانات سهلة قوي دوره الباقي ان انت تتوقل على الله وتبزي للقصارة جهدك وربنا هيوفقك ان شاء الله تعالا نشوف تمرين وجد حجم الجسم الدوراني الناشئ من دوران المنطقة المحصورة بالمنحنة صاد بساوي أربعة نائس سين تربيع ومحور السينات والمستقيمين سين بساوي سلب واحد وسين بساوي واحد سين بساوي سلب واحد وسين بساوي واحد دورة كاملة حول محور دورة كاملة حول محور السينات الحل قبل أي حاجة دورة كاملة حول محور السينات يبقى أنا محتاج صاد تربيع هو مديني صاد يبقى صاد تربيع بساوي أربعة نائس سين تربيع كل تربيع طبعا اللي هي سين تربيع نائس أربعة كل تربيع اللي هي سين أس أربعة وفكها نائس الأول في الثاني في الثاني نائس تمانية سين تربيع زائد مربع الثاني اللي هو ستاشر أصبحت عندي صاد تربيع اللي هي لما أقول الحج هقول دورة كاملة حول محور إيه حول محور السينات تعال نشوف الكلام ده سين أص أربعة نائس تمانية سين تربيع زائد ستاشر سين حدود التكامل من سالب واحد لواحد نعوب باللي فوق واللي تحت على طول نعوب باللي فوق واللي تحت كده على طول يديني الناتج باي مضروبة في 406 على خمستاشر يدينا 406 على خمستاشر باي وحدة مكعبة بكده لحضرات وعزائي أبناء الطلبة والطالبات احنا خدنا التطبيقات وانتهى المنهج بتاعكم وان شاء الله ان شاء الله اللي احنا بنقوله والامتحان جزء واحد لا يفترق عنه نفس الأفكار هي تغيير أرقام لو تغير حاجة ولكن كل حاجة بسيطة وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله